المعاني ينفقون بمعنى يخرجون يضاعف بمعنى يزيد يسبعون بمعنى يلحقون منن تفضلا وتفاخرا حكيت لك أنك تمنن علي مثلا بحكي لك لا تتمنن علي لا تفضل علي أو لا تحكي فضلك علي الصورة الفنية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل شبه الله تعالى المتصدقين بالسنبلة التي تحصد الأضعاف حزران حبة فحصدت سبعة مئة كذلك الأجر يضاعف والله يضاعفه ممكن أكثر كمان دلالة على زيادة هذه الآية دلالة على زيادة الأجر الجزء الثاني من الآيات قول معروف ومغفرة إلى آخر الآيات الكريمة عندنا المعاني قول معروف الكلمة الطيبة حكيت لك لما يأتي شخص يريد منك صدقة أو محتاج منك أو سائل ما بدك تعطيه مثلا أو ما معك تعطيه قول معروف قول له كلمة طيبة هذه الكلمة الطيبة الله يعطيك الله يرزقك إن شاء الله حالك تتحسن هذه الكلمة أفضل عند الله من أن تتصدق وتتبيعها بالمن والأذى أفضل من أنك تتصدق وتتفضل عليه وتحكي له أنا أعطيتك وأنا أعملت كذا لا قول له كولا معروف أفضل تبطل وتفسد رئاء الرياء مقهودة من كلمة رياء وهو التظاهر أنا بالله أجب أن أتبرع كدام أصحابي عشان أحكي لهم والله شوفوا أنا أتبرعت اليوم خمس دولة للمسجد عشان يحكيوا أن أنا مثلا والله أتبرعوا أنا كويس لا هذا يبطل الصدقة الصفوان الصفوان وهو الصخر الأملس وابل المطر الغزير أو الشديد صلد صلب وجامل الصلة فنية كالذي ينفق ما له رئاء الناس كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلب شبه الله تعالى الذين ينفقون تظاهرا وتفاخرا ويتبعون صدقاتهم بالمن والأذى بالصخر الذي يعله التراب والمقصود بالتراب هنا الأجر ويزول هذا التراب مع المطر الشديد ويزول هذا التراب مع المطر الشديد المطر الشديد المقصود بيه المنه والأذى أو رئاء الناس طيب الآية الثالثة ومثل الذين ينفقون أموالهم أو الآية الأخيرة عفوا المعاني ابتغاء مرضات الله طلبا لريض الله تعالى جنة المقصود بها البستان الأخضر دلالة على إيه يشعر على العطاء أو دلالة على المكان المرتفع ربو المكان المرتفع فطل الطلوة والمطر الخفيف حكيت لك أن وابل وطل أسلوب طباق أسلوب طباق يعني كلمة وعكسها زي ما حكي لك ليل ونهار وابل وطل هذول كلمة وعكسها أبيض وأسود هيك الصورة الفنية عندنا هنا طبعا ما ضروري تحفظ الصورة الفنية لأنه فيها شرح للآيات الصورة الفنية مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربو أصابها وابل فآتت شب الله تعالى الذين يتصدقون مرضاتا وطلبا لوجه الله تعالى مرضاتا لله بالبستان المرتفع الذي يحصد ضعفين من الأجر يحصد ضعفين من الأجر وهذا دليل على مضاعفة الأجر طيب الأفكار الرئيسية في الآيات الكريمة السابقة أول شيء الصدقة في سبيل الله تعالى تطاهر المال وتضاعف الأجر وهذا دليل في الآيات الأولى كنت حدث هذا النهي عن إبطال الصدقة بالمن والأذى ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا ينهينا عن إيش أن نفسد الصدقة إذا لحقنا أو إذا لحقها المن والأذى وليا المقارنة بين من ينفق أمواله في سبيل الله ومن ينفق أمواله رئاء الناس الذين ينفق أمواله رئاء الناس مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدة إنه إيش كأنه أزال عنه كل الأجر والحسنات بينما الذين ينفق أمواله في سبيل الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت إلى آخر الآيات الكريمة أنها إيش كأنها بستان زرعنا فيه فحصدنا ما زرعنا نتقل الآن حبابي إلى أسئلة الكتاب عشان نحل الأسئلة في البداية جو النص تناولت هذه الآيات من سورة البقرة واحدة من مظاهر التعاون من مظاهر التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع وهو الصدقة وأثاره الإيجابي وكيفية المحافظة على غاياتها السامية النبية السؤال الثاني ننتقل السؤال الثاني ضعتها حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي معنى ربه هل هو الممر بين جبالين أو مكان مرتفع من الأرض أو مرض يصيب القصبة حكنا أنه مكان مرتفع معنى قوله معروف هل هو كلامه منتشر بين الناس هل هو رد السائل ردا حسنة مثل ومشور رد السائل ردا حسنة هي الكلمة الطيبة أن ترد السائل ردا حسنة طيب السؤال الثاني ورد في الآيات الكريمة كلمة تعني صخر أملس إيش حكينا عنها صخر أملس وهي صفوان عد إلى أحد المعاجم بلنا معنى الكلماتين المن حكينا إيش التفضل والتفاخر تبعونا بمعنى يلحقون يتبعونا بمعنى يلحقون طيب السئلة تفهمها السابقة أنت أكيد ما سكدف تطرق وبتحل معي طلعي دفترك يلا عشان نحل مع بعض ما الفكرة الرئيسية في النص الصدقة وأهميتها وآدابها إلى ما ترمز الزنبلة في الآية الكريمة الأولى إلى العطاء العطاء ومضاعفة الأجر ما الأذب التي تضمنها الآية الثانية الآية الثانية هي آيش عدم إتباع الصدقة بالمن والأذى طيب حد الآية الكريمة التي تضمن الصور الآية النفق الصادقاء مثل البستان مثل البستان كثير أسجار وظلال وهو على مكان مرتفع اللي هي الآية الأخيرة من موصفة الآية الرابعة الذين في قول ما له رئاء الناس أشبه الصخرة الذي صخرة التي عليها تراب فأصابها مطر شديد فنزل عنها التراب أي الأجر اذكر فايدة تعود على الفرد واخرى على المجتمع هذا أبدأ أحكي لك يا شفاهية فايدة تعود على الفرد أول إشي نير رضا الله تعالى وكسب الثوب والحسنات نير رضا الله تعالى وكسب الأجر والحسنات على المجتمع خلق جو من التعايش ها التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع والحد من السرقات لأنه إذا في ناس تتصدق خلاص ما في داعي الناس الفقراء إنها تسرق في رأيك لما كانت الجنة المذكورة في الآية الخامسة على ربو وليست في مكان عالي أولي شيء مثلا واحد خلنحكي تكريماً للمتصدقين أفضل بيئة البساتين أن تكون مرتفعة طيب إذكر ثلاث أنواع للصدقة الجارية كيف ممكن واحد يتصدق غير أنه يتبرع بالمال مباشرة مثلاً إنك تبني مدرسة بناء مستشفى بناء مستشفى مثلاً مساعدة بالكسوة المقصود بها أن تكسوا الناس أو أن تعطيهم الملابس وإلى آخر طيب عندك خدسوا التاسع إلىك بترجع على سورة وبحث عن سبب عفواً سؤال التاسع سبب نزول هذه الآية خلينا نحكي لك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو المسلمين إلى الصدقة هذا في خلال متى؟ في خلال تجهيزهم للجيش في غزو التبوك اسمه جيش العسرة كان وضع المؤمنين شديد شوي وكان فيه عندهم نقص فنزلت هذه الآية بحق عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عف الذين ساهموا في تجهيز جيش العسرة المتجه إلى غزوة تبوك عشان هيك نزلت فيهم هذه الآيات الكريمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر